اخوتي اخوة تاتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومعكم عبد الرحيم قناة الجارية العربية اليوم كيف موعدتكم من قبل غادي نتكلم لكم على سبيد وطريقة عمل سبيد في طريقة سهلة وبسيطة لان سبيد اصبح شيء من الضروريات وكل يعني كل تقريبا غادي يكون وكل الادارات غادي ضروري خاصك تدخل بالسبيد والسبيد هذا ارى فيه ثلاثة الانواع فيه سبيد رقم واحد وسبيد جوج وسبيد ثلاثة يعني هذا نظام الامان اللي عامله الدولة الايطالية بخصوص الدخول لكل المواقع التابعة للدولة الايطالية والاخوان والاخوات اللي بغى يعرفوا انه سجلت لكم طريقة بسيطة لان اغلبية غادي تعملوها عن طريق التليفون اول شيء بالنسبة للسبيد انت او انت غادي تمشي للبريد البوسطة على اساس غادي تدي معك اللي مهم في الموضوع هو واحد الدكومنتو بطاقة تعريف وواحد الايميل ورقم الهاتف ذيالك وراه رقم الهاتف اللي غادي تستعمل مثلا الراجل ما غاستوش يستعملو في سبيد اللي غادي تدير المراته لانه ضروري كل واحد عنده 18 سنة فما فوق انه يعمل هاتف سبيد لانه هذا واحد الادانتيتا ديجيتالي اللي غادي تستعمله يعني واحد كما تنقول واحد المفتاح خاص بكل شخص وهذاك المفتاح غادي تفتح به كل ابواب ديال الادارات حاليا كان الوزارة الداخلية كان بزاف ديال الاشياء ديال الادارات اللي بداو دابا تديرو لابلتاتيوني يعني الموافقة انك تستعمل هاد المفتاح اللي هو الادانتيتا ديجيتالي الخاصة بك اذا دائما اي شخص يحاول يستعمل ايميل ديالو والتليفون ديالو ما يمكنش تستعمل الرقم هاتف ليجوج الحسابات هذا الادانتيتا ديجيتالي اذا غادي تمشي البريد للبوستا اي مركز بريد تابع لك قريب منك وحتى ما يكونش قريب منك ولو في مدينة اخرى عندك الحق تستعمل هاد سبيد غادي سوفو لك يعطيك واحد الورقة بهذيك الورقة ارى فيها الايميل ديالك وفيها رقم الهاتف فيها كل معلومات اذا انت اشنو عليك ما غادي تدير من يتجي المنزل ديالك غادي تفتح الايميل اللي اعطيتهم غادي تلقى فيه واحد الايميل جاك من الانفو بوست هادك الايميل تقول لك إلا تغلطي على هاد اللينك غادي تفعل سبيد اذا وغادي يجيك باسورد يعني واحد الباسورد بروفيزور يعني مؤقت غادي يجيك في رسالة للهاتف ديالك في رسالة عادية اذا انت باش ما تحصلش غادي تسجل هادك الباسورد بروفيزوري في واحد الورقة وغادي تدخل هنا تضغط على هاد اللينك اللي شفتو بالازرق من اللي تضغط عليه تخرجك في هاد الصفحة اش تقول لك؟ تقول لك دخل هادك الباسورد بروفيزوري اللي هو مؤقت البروفيزوريو اللي يجيك في رسالة اللي قلت لكم كتبوه في ورقة اذا غادي تاخذ هادك الكود وغادي تدخله هنا يا ودير اوكي من بعد كما شفتو تخرج لك هو المعلومات ديالك كاملة وتيقول لك دير موافق وش هاتشي صحيح ولا لا انت دائما دير اوكي موافق وتزيد للامان اذا من بعدها استخرج لك صفحة اخرى تقول لك دخل الباسورد ديالك اللي بغيت تدير دائما الكلمة السر راتبها تكون مكونة من حروف حروف عادية وحروف كبيرة ماجيسكيل وحروف مينيسكيل وتكون مكونة من ارقام وتكون مكونة من واحد يعني واحد الحاجة سبيشالة يعني زي مثلا ايروباس والعالمة تعجوب والعالمة استفهامنا المهم تكون مكونة اقل شيء ثمانية ديالارقام والحروف حتى الاسطاش انت اختار واحد كلمة تصير تكون قوية وسجلها باشتقل عليها هنا تديرها في الخانة الاولى وتتعودها هي نفسها في الخانة التانية للتأكيد اذا من يتدير هاجوش باسورد داس تدير اوكي اذا تدوزل المرحلة التانية من يتدير اوكي تخرج لك هذا تقول لك دير تفعيل يعني هذه موافقة على شروط الخصوصية لك كل اشياء كاملة من يتتوافق عليهم كاملين سوف يتضغط الزر الافانتي هنا كيف ما شفتو تخرج لكم بان الاروجيستراسيوني يعني راهك تعملت بطريقة صحيحة الى خرج لكم هنا يعني انت دابا را كدرتي سبيد رقم واحد اشنا هو سبيد رقم واحد هو المكون من الايميل اللي تسجلت به وكلمة السر اللي انت درتيها دابا باش فاعلته اذا غد نمر المرحلة التانية اللي اشنا هي سبيد رقم جوج لانه ضروري على الاقل يكون عندك سبيد رقم واحد وسبيد جوج وإلا ما غتقدرش تدخل لمجموعة من المواقع اللي منها الامبس ولا موقع ديال اذا بغيت تدفل شي دينانسة ولا التجمع العائلي ولا بغيت اغير تراقب البراتيكة ديالك اذا اشخاص تدير غادي تدخل كما شفتوا دابا بلاي ستور وانا غادي نحط لكم الطريقة سواء في التليفون اندرويد ولا في التليفون ايفون اذا من تدخل بلاي ستور تتكتب بوست ايد ولا تدير ايد بوست بحال بحال تتخرج لابليكاسيون كما شفتوا اذا تدير انستالي تتانستاليها ومن بعد تدير موافق يعني ابري افتح هنا تتفتح لك دابا الابليكاسيون من اللي تتفتح الابليكاسيون راح تتعطك تدير الايميل ديالك والباسورد يعني هذا الباسورد ديال سبيد رقم واحد خاصك تدخل وتميها اللي درنام القبل اذا تتحط الايميل والباسورد وتدير موافق اوكي اذا تيدخلك لداخل هاد الابليكاسيون انت من اللي تدخل هاد الابليكاسيون ما تدخل لابليكاسيون تيخرج لك تيقول لك خصك كونفيرمي اشنو هاد الابليكاسيون غادي خرج لك واحد الباسورد اللي مكون من ستة ارقام او ارقام وحروف انت من الاحسن سحكم ديروه ارقام باش ما يكونش لانه كان بعض الاقوان اللي تغلطوا الله انت دير ممكن دير جوج الحروف وربعة الارقام او دير كلهم ارقام احسن وباش تحقل عليهم دير دائما ارقام ديال لادات ديناش نهارها زايد مثلا الشهر والعام انت زايد في الشهر ربعة هتدير سافر ربعة الف وتسعمائة وخمسين ولا الف وتسعمائة وثمانين اه اه هنا تدخل هادك الكود المرة الاولى وتي عاود يخرج لك تاني تيقول لك زيد كونفيرمي يعني دائما غا تعاود نفس هادك الكود النيس هنا تعدك سافي اوكي يعني تم التفعيل اذا انتدفى ركضرتي المرحلة التانية اللي هي سبيد رقم جوج اذا سبيد واحد و سبيد جوج هادو هما اه يعني الحاليين المستعملين في كل المواقع اما سبيد رقم ثلاثة ما زال حتى وكين ولكن باش من نوقكم استعملوا غير سبيد واحد و سبيد جوج ومن بعد ما تقومش تحتاجوا سبيد واحد لانك مادم دخلتي اول مرة في الابليكاسيو ما تقومش تحتاج سبيد رقم واحد غا تقومش تستعمل غير سبيد جوج اذا انا انا غادي ندير لكم واحد تجريبة توضيحية للاخوان باش يفهموها مباشرة اذا غادي ندخل على الموقع ديال الامبس وغادي ندير هاي الطريقة متدير تدير الامبس مباشرة تضغط على هذه ديالة و تدخل الامبس و تدخل الامبس اذا الامبس و الامبس كما قلنا اشنا هو سبيد رقم واحد اذا في المرحلة الاولى تدير سبيد واحد او ادرنا الامبس اذا تدخل شوف دا با اش خرج لنا خرجنا على اساس انك خصك تفتح هذيك الابليكاسيو علش هما ديرين هذيك الابليكاسيو على اساس مثلا واحد خر جاء سرق لك الايميل والباسورد و بغايد خل بنفسه و يتجسس عليك و ليتجسس علي المعلومات ما غيقدرش لان علش خاصه تعطيه الموافقة انت من هذيك الابليكاسيو و اوقا غيفتح الابليكاسيو خاصه الكود دياله يعني واحد الامبس مفتاح قوي جدا ما يقدرش يفتحه الا الانسان اللي انتعاطيه كل كل المفاتيح سري اذا كيف ما شفته دا بقالي يفتح الابليكاسيو انا غادي نفتح داب الابليكاسيو وهادي ندير الكود اللي قتليكم يعني في الابليكاسيو ندير غير ذاك الكود دير نهار الزيد والسنة هوا تتسنى واحد شوية شوف كما هوا فتح لينا عطانا بانا اوكي وعندك هنا اشي يقولك سافي موافق سافي تدخلك هوا دا بدخلك الموقع وشوف اللي بغيته يعني هذا هو السر في هاد المفتاح ديجيتال يعني هاد الإيد الانتيسة ديجيتال على اساس انه ما تقدرش يسرق هالك حتى شي واحد وما يقدرش يدخل ويتجسس عليك اي واحد لان هذا من اجل من اجل سياسة الخصوصية اللي تتبعها دابا الاتحاد الاوروبي انهم حاولوا تعطيه واحد الخصوصية اكتر باش تحتشي واحد ما يقدر يتجسس علي التاني الا الا انت ورتيها لي بخاطرك وعطيتها بخاطرك اذا الاخوان والاخوات اللي ما فهموش شي معلومة رامع ليهم غير يعودوا الفيديو انا را حاولت نسرحها لكم بطريقة سهلة ومبسطة ما بغيتش نحقد ليكم مجمع من الامور ومن بعد ان شاء الله باذن الله اللي بغى اي معلومة خاصة بطريقة الدخول الى مواقع مثلا غادي ندير لكم من بعد طريقة الدخول الى الجنسية طريقة مراقبة يعني الدوسي ديالك في نوصل متى اللي كان عندك تجمو عائلي بغيت انت تاخد التاس ديالكارطة صجورنو وبغيت تعمل طالب غادي نديرها لكم حتى ان شاء الله يعني مجموعة كبيرة ومازال غادي تستعملوا في مجموعة من المواقع اللي غادي معاكم شوية بشوية انا ده بعطيتكم هذا الاسبيد واحد واسبيد جوج وانتو ما معلكم الا اللي ما عرفش يعود الفيديو مرة وجوجو ثلاثة راح حاول تمنديره طويل باش قاعد الناس تفهم وتعرف وفي الاخير تنطلبوا منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وراه دائما تنحاول لنساعد الاخوان على حسب الطالبات اللي تكلموني وتطلبوا المساعدة في شيء موضوع رانا تنحاول ونحطوا ليهم اذا احتنتم لو بغيتوا اي مساعدة مرحبا في اي وقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة